اشتركوا في القناة يحتوي على الأركان الأربعة نسميه تشبيه تام الأركان يعني كل الأسس موجودة فيه مثال نقول زيد كالبحر في الكرام هنا زيد من لاحظ هنا زيد هو المشبه الكاف هي أداة التشبيه البحر هو المشبه به وجه الشبه هو الكرام ماذا نسمي هذا التشبيه الذي توفرت فيه كل الأركان تشبيه تام الأركان ممتاز أحسن ثم إذن نسميه تشبيه تام الأركان لم ينقص أي واحد من أركانه من يريد أن يعطيني بمثال عن تشبيه تام الأركان المعلمة البحر في العطاء المعلمة البحر في العطاء هنا تشبيه تام الأركان النوع الثاني من التشبيه هو التشبيه الذي ذكر فيه طرفي التشبيه يعني اقتصر على المشبه والمشبه به وخدفت منه الأداة ووجه الشبه هذا التشبيه سمي تشبيه بليغ لأنه مختصر وأبلغ أعظم في إيصال الصورة فمثلا بدل أن أقول مثلا فاطمة تشبيه القمر في الجمال أقول فاطمة قمر هنا اقتصرت التشبيه على المشبه والمشبه به فقط لذلك ثم يتشبيه بليغ كذلك بدل أن أقول العلم كالنور في الجداية أقول العلم نور إذن عندما يقتصر التشبيه على المشبه والمشبه به فقط نسميه تشبيه بليغ من يعطي مثال عن التشبيه البليغ؟ يجب أن تكون هناك صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به عندما أقول مثلا فاطمة قمر هناك صفة مشتركة هي الجمال عندما أقول مثلا الرجل أسدون هناك صفة مشتركة هي الشجام نعم يا باتولي نعم باتولي الجاسم حاتم غيمة إذن هذا تشبيه بليغ هو التشبيه الذي نبقي فيه على المشبه والمشبه كذلك المثال الآخر المكتوب طالب طالب من نظف تاسع أقمار أيضا هنا التشبيه أيضا بليغ لأنني أبقيت المشبه والمشبه به حذفت الأداة وحذفت وجه الشبه فصار عندي تشبيه بليغ الآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي شارك معنا الآن علينا أن نطبق المعلومات التي تناولناها في الدرس على التدريبات الموجودة أمامنا اقرأ الأبيات التالية أملأ الجدول بالمطلوب يقول الشاعر في من الوطن المجمل حلية في معصم وقلادة في جيدي ويقول شاعر آخر وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان ويقول آخر وأبيض فياض يداه غمامة غمامة على معتفيه ما تغب فواضله في البعيد الأول أين التشبيه؟ حوفا أين المشبه؟ الطرف المطلوب مننا أولا هو المشبه أين المشبه؟ نعم يا ساجد مشبه ريفي حليتون مشبه به تشبيه بليغ حليتون مشبه به وجه الشبه لا يوجد لذلك اقتصر التشبيه على المشبه والمشبه به لذلك نوعه تشبيه بليغ بليغ أندي أيضا لدينا تشبيه آخر ما هو؟ نعم يا هاديل أنسي المشبه هو الريف والمشبه به قلادة إذن ريفي هو المشبه أداة التشبيه لا يوجد ما نعود تشبيه هنا؟ أنسي تشبيه بليغ أحسنت إذن تشبيه بليغ ننتقل إلى البيت الثاني وسهيل كوجنة الحب في اللون ووجه المحب في الخفقاني طبعا سهيل هو اسم نجم ما هو المشبه هنا؟ نعم يا باتول المشبه التشبيه المشبه هو سهيلون أداة التشبيه الكاف المشبه به وجنة وجه الشبه الحب في اللون نوع التشبيه تشبيه تام الأركان أحسنت إذن المشبه سهيل أداة التشبيه هي الكاف المشبه به وجنة المحب وجه الشبه هو اللون ونوع التشبيه هو تشبيه تام الأركان البيت الثالث وأبيض عفوا لحظة في عنا تشبيه في نفس البيت الثاني قال لنا وسهيلون كوجنة الحب في اللون انتهى التشبيه الأول وقلب المحب في الخفقاني أين التشبيه هنا؟ نعم يا لين المشبه سهيل أداة التشبيه محزوفي أو فينا نقول الكاف وجه الشبه وجه الشبه في الخفقان نوع التشبيه تام الأركان أحسنت إذن المشبه به قلب المحب ووجه الشبه هو الخفقان نوع التشبيه تام الأركان ننتقل إلى البيت الأخير وأبيض فياض عفوا وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغبه فواضل طبعا المعتفين هم الذين يطلبون المعروف إذن فهو رجل كريم لا يتأخر عن تلبيت من يحتاج إليه أين المشبه والمشبه به هنا؟ نعم يا زينب المشبه يداهو المشبه به غمامة نوع التشبيه بليغ أحسنت إذن المشبه يداهو المشبه به غمامة أداة التشبيه لا توجد ووجه الشبه لا يوجد نوع التشبيه تشبيه بليغ الآن ننتقل إلى السؤال الأخير أريد من كل طالبة أو بعض الطلاب المشاركة معنا وإعطاء مثال عن التشبيه سواء كان تشبيه تام الأركان أو تشبيه بليغ نعم يا باتول أعطي مثال مثال عن تشبيه بليغ أو تشبيه تام الأركان نريد أن نحل السؤال أعطي مثال عن تشبيه ونكتبه مع الوظيفة شكرا للمشاهدة